أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة استثمرت مئة المليارات من الجنيهات لخلق بنية أساسية قوية من شبكة طرق وشبكة موانئ بحرية وجافة ومناطق لوجستية أضف رئيس الوزراء أن الدولة حركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار الدولة المصرية استثمرت وهذه الاستثمارات بمنتهى الأمانة لم يكن أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر أنه يعملها فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الأساسية اللي تخلينا النهاردة وإحنا قاعدين بنتكلم إحنا ممكن نعمل كذا آه قادرين نعمل كذا عندنا الطاقة الكهربائية اللي تمكننا من ذلك عندنا الشبكة اللي موجودة عندنا أراضي صناعة مرفقة وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب أي مستثمر كبير أو صغير أنه يدخل ويطلب أنه هو يشتغل عندنا هذه الأماكن الجاهزة كان لازم نتحرك في تهيئة منخ الأعمال وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت أنك لازم تتعمل لها يأما التشريعات جديدة أو التشريعات يتم تعادلها وهذا هو اللي قمنا به